كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث تطرق الرئيسان كذلك إلى تطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة وحضر من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار ما يفرض الالتزام بأعلى درجة الحكمة وضبط النفس واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأسعادة مجددين على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين